اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون وصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فالوصية بالتقوى هي وصية ربنا جل وعلا للأولين وللآخرين معشر المسلمين يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والمعنى هو أن الله تبارك وتعالى يختبر عباده ويمتحنهم بالمصائب والنعم وبالشدة والرخاء وبالمرض والصحة ليتضيح من يصبر عند الشدائد ومن يشكر عند توالي النعم فالخلق ممتحنون بما أعطاهم الله ومنحهم من النعم وبما أخذ منهم وسلبهم ممتحنون بكمال الخلق وبتمام الصحة وسلامة الأجسام كما أنهم ممتحنون بضد ذلك من نقص الخلق والمرض والإعاقات فالله عز وجل أعلم بما يصلح لخلقه وما يناسبهم وله سبحانه الحكمة البالغة فالخلق خلقه والأمر أمره والحكم حكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون ومما لا يخفى أن الإنسان لا يستمد مقامه ولا مكانته ولا منزلته من قوة جسمه ولا من صحة بدنه ولا من كثرة ماله بل يعلو مقامه وترتفع منزلته بأصغريه بقلبه ولسانه ويسمو ويعتز ويرتفع بإيمانه بالله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم ليس العجز أيها الإخوة الفضلاء بفقد السماء ولا بفقد البصر ولا بفقد النطق ولا بفقد المشي فكم من كفيف لا يبصر ولكنه فاق المبصرين وكم من عاجز عن المشي ولكنه فاق الأصحاء فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور جاء في سيرة ابن عباس رضي الله عنهما عالم الأمة أنه فقد بصله في آخر عمره فأنشى يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور والمحدث المشهور الإمام الترمذي رحمه الله عاش في القرن الثالث الهجري وكان كفيف البصر وكان له تفوق وبروز في علم الحديث وغيره وقد ألف مؤلفات كثيرة أشهرها سنن الترمذي أو جامع الترمذي والذي جمع فيه أربعة آلاف حديث تقريبا ويعتبر من كبار المحدثين ويعتبر كتابه من أصح كتب الحديث ولقد ولد وعاش بترمذ بأوزبكستان ولم يكن فقد بصره عائقا له من الإبداع والتفوق لا تقل إني معاق مد لي كف الأخوة ستراني في السباق أعبر الشوطى بقوة وفي عصرنا الحاضر وفي عصرنا الحاضر برز الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد كان ملأ سمع العالم الإسلامي وبصره وكان يشغل الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة ولما طبعت فتاواه بلغت عشرات المجلدات فهو علم من أعلام الشريعة وإمام من الأئمة المجتهدين وشهرته بلغت العالم كله ولم يكن فقد بصره مانعا له من التألق والإبداع ومن مشاهير الخطباء في العصر الحاضر خطيب كان كفيف البصر ولما سئل رحمه الله مرة هل تجلس أمام التلفاز كان جوابه إن الله أكرمني بفقد البصر حتى لا أرى ما يغضبه ثم قال رأيت العمى أجراً وذخراً وعصمةً وإني إلى تلك الثلاث فقير يعيِّرني الجُهَّال والعيب فيهم وليس بعيبٍ أن يُقالَ ضريرُ إذا أبصر المرء المرؤة والوفاء فإن عمى العينين ليس بغريبٍ أن يُرى في الدنيا مُبصرٌ يسقط في حُفرة وكفيفٌ يمشي بلا اصطدام سألت أحد طلاب العلم المكفوفين كيف تُفرِّق أو كيف تعرف بل كيف تعرف أن أمامك عمود كهرباء فقال أشعر أن الهواء الذي أمامي ينقسم إلى قسمين قل للبصير وكان يحذر حُفرةً فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك معشر الإخوة ذو القدرات الخاصة هم أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وهم جزءٌ لا يتجزأ من مجتمعنا إنهم عناصر فعالة ذات إسهام في البناء والحضارة لهم أدوارٌ كبيرةٌ في هذا العصر كما كان لأسلافهم فلقد استطاع نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه بحكمته وخُلُقه أن يدميج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع حيث كان يُكلِّفهم بأعمالٍ جليلة فقاموا بجهودٍ كبيرةٍ وأعمالٍ رائعةٍ في خدمة الإسلام ونفع المسلمين فعبد الله بنوم مكتوم رضي الله عنه صحابيٌ جليلٌ كفيف أرد أن يتعلم من نبي الله صلى الله عليه وسلم في يومٍ من الأيام وكان عليه الصلاة والسلام مشغولًا بدعوة أناسٍ من سادات المشركين ولم يكن ابن مكتومٍ على علمٍ بذلك فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم رجاء أن يسلم هؤلاء الكبار وبإمكان ذلك الكفيف أن يأخذ العلم في وقتٍ آخر فما الذي حصل لقد عاتب الرب تبارك وتعالى نبيه عتابًا خفيفًا في آياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة عبس وتولَّى أن جاءه الأعمى وبعد ذلك نال ذلك الصحابيُّ الإجلال والتقدير من نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا قابله رحَّب به وقال أهلاً بمن عاتبني فيه ربي وجعله نبي الله أميرًا على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما صلى الله عليه وسلم وكان يأمُّ الناس وجعله مؤذِّناً مع بلال بن رباح رضي الله عنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه معشر الإخوة إنه تعالى غفورٌ رحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون حفظت الشريعة المطهرة لذوي القدرات أو الحاجات الخاصة الكرامة والمساواة والإحترام وكفلت حقوقهم المتنوعة سواء في تولي الوظائف أو في غير ذلك وأعفتهم الشريعة من المهام التي تصعب عليهم كالجهاد في سبيل الله بل أعفتهم من القيام في أعظم أركان الإسلام ألا وهو الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ونبه الشارع الحكيم على ضرورة وأهمية العناية بهم وأن المجتمع يستفيد من إكرامهم واحترامهم ورحمتهم والعناية بهم يقول صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري ويقول عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم رواه النسائي وهو حديث صحيح فالنصر والرزق يحصلان ببركة العناية بذوي الحاجات الخاصة واحترامهم وإكرامهم وفي كتاب الله عز وجل نهيٌ شديدٌ عن إيذائهم إيذاءً معنويًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُمْ ويقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم ومعنى الحديث يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم فلا تحقرًا خلقًا من الناس علَّه وليُّ إله العالمين وما تدري فذو القدر عند الله خافٍ على الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر يبتل الله عز وجل عباده بالسرَّاء والضرَّاء ليرى وهو أعلم بعباده شكرهم وصبرهم ليرفع درجات الصابرين والشاكرين ويكفِّر عنهم سيِّئاتهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه كم يحزن الإنسان بسبب شيءٍ فاته والله عز وجل يريد أن يعوِّضه خيرًا منه يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواه الترميلي نعم لا يتمنى المسلم البلاء بل يسأل ربه العافية فإن ابتلي فصبر فما أعظم ثوابه تتحول البلاية بتوفيق الله عز وجل إلى عطايا والمحن إلى منح بالرضى والاحتساف عن يحي بن سعيد الرحمه الله قال إن رجلاً جاءه الموت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئًا له مات ولم يبتلى بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض فكفَّر عنه من سيئاته رواه مالك في الموضع وبعد فإليكم بعض الخدمات التي تقدمها الدولة وحرسها الله لذوي الاحتياجات الخاصة إنها جهود مباركة تذكر فتشكر فمن هذه الخدمات الإعانات الشهرية والأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية وتخفيض أجور الإركاب بواسطة بطاقات خاصة وتخصيص مواقف للسيارات التي يستقلونها إلى غير ذلك من المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية بالإضافة إلى خدمات أخرى كيعطاء الأولوية في بعض الأشياء التي يحتاجها المواطنون أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن ربنا جواد الكريم أيها الإخوة المؤمنون يقول عز من قائر عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمانوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلموا وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفك وكرمك وامتنانك إنك أنت يا ربنا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ومن أرادنا أو أراد إخواننا المسلمين بسوء فأشغله في نفسه اللهم آمنا في دورنا واصل حائمتنا وولد أمورنا اللهم وفق لي أمرنا لمن تحبه وترضاه واجعل عمله في طاعتك يا رب العالمين اللهم ونفقوا لا تأمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ونصر جلودنا المرابطين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم اللهم ونصر عبادك المجاهدين في كل مكان وارحم عبادك المستضعفين في كل مكان وعليك يا ربنا بأعدائك أعدائهم الذين يؤذونهم ويحاربونهم ويضطهدونهم ندروا بك اللهم وفي نحورهم ونعوذ بك يا ربنا من شرورهم اللهم واغفر لجميع الحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين